يعني زي ما جه في الإبصال المضية في السقطوكية تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك تكلم عن العدرة مريم بتخيل كده أن ربنا مسقط رأس كده بيبص فوق من السماء عايز إنسانة تكون متضعة تحتمل هذا التجسد الإلهي فهي العدرة مريم كانت أكتر شخصية فيها الاتضاع حتى لما ظهرت العجايب والتجسد والروح القدس تجسد منها السيد المسيح حوزها كانت تحتفظ بكل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها من اللي تحتمل الكرامة وده كان برضو في ملء الزمان وهي في سنة ثلاث سنين دخلت الهيكل وكانت موجودة في الهيكل كانت موجودة بتخدم بتنظف الكتب بتخدم بطريقة معينة بتنظف الهيكل ربنا كان بيعدها يعني مش جايب حد من بعيد وبعدين بنبص نلاقي السيدة العزراء فيها أكتر من ميزة بنلاقي فيها الأمومة المبكرة يعني إيه الأمومة المبكرة وهي في سنة خمستاشر أو ستاشر سنة لما الروح القدس حل عليها والملك بشرها عرفت أن ألي صباط ناسيباتها حامل فالكتاب المقدس يقول كده أما مريم فذهبت سريعا إلى الجبال راح تخدم آه كان عندها الأمومة المبكرة راحت علشان تخدم ألي صباط ويقولوا كده الطفلة الصغيرة دايما إيه أكتر حاجة بتحب تلعب بيها العروسة العروسة بيبقى عندها الأمومة المبكرة كذلك العذرة مريم كان عندها الأمومة المبكرة راحت وخدمت ألي صباط وبعد ما خدمت ألي صباط فيه حتة حلوة قوي بعد ما ولدت يوحن المعمدان مشيت على طول ما ركنتش ليه بتهرب من الكرامة عشان مش كل اللي ييجي ألي صباط تقعد تقول ده مريم تعبت معايا وقد ترخرها برضو بنلاقي عندها الأمومة الشاملة لعذرة مريم لما راحت عرصق أنا الجليل وحست أني فيه ألأ برضو قالت لهم فيه ألد الخمر خلص عندها الأمومة الوعية لما السيد المسيح وهو طفل صغير تأفل هيكل قالت له عبارة جميلة عبارة جميلة خالص وذا أبوك وأنا كنا نطلبانك يعني دي برضو حتة فيها حكمة وقدمت كمان القديس يوسف النجار عنها آه دي حتة برضو حلوة في التعاملات الزوجية بين الزوج والزوجة يعني هي بتقدم زوجها وبتكبر به كان عندها برضو حاجة اسمها الأمومة اللي هي المستمرة يعني يوسف النجار بعد ما كبر برضو ظلت أن هي تخدمه ما سابتهوش وإحنا عارفين قد إيه خدمة يعني شيخ أو كهل مسند بعد كده الأمومة المتألمة ساعة هي لما كانت وقفة قدام الصليب أما العالم فيفرح لقبولها والخلاص وأما أحشاء فلتلتهب عند نظر إلى صلبوتك فكانت العذرة مريم يعني كانت شخصية فريدة صحيح يعني فعلا يعني ربنا علشان يختارها كلية طهارة وكلية النقاوة وكلية الاتضاع يعني العذراء مريم فيها دروس مستفادة جدا جدا ويكفي أن هي شفاعتها قوية ومقبولة لأنها والدة الإله